حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة سير الاعمال في مشروع ترميم مراكب الشمس وكذا الاعمال الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك من مواقع العمل جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة سير الاعمال بالمتحف المصري الكبير خلال زيارته للمتحف اكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الايطارية لتغير المناخ على اهتمام الرئاسة المصرية بمؤتمر كوب 27 وذلك في قضية خسائر واضرار تغير المناخ والتي توليها الدول النامية اهتماما كبيرا اعلنت وزارة الصحة وسكان اجراء المسح السمعي لثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين الف طفل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعفي وفقدان السمع لدى الاطفال حديث الولادة كما تم تحويل مائتين وعشرة الاف واربعة وعشرين طفلا لاعادة الفحص من خلال اجراء اختبار تأكدي في نفس الوحدة بعد اسبوع من الفحص الاولي تعقيبا على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة بالجامعات والمعاهد اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بالفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين في الاول من اكتوبر الفين واثنين وعشرين كما هو محدد سلفا من المجلس الاعلى للجامعات واكدت الوزارة عدم صحة الشائعات والاخبار الكاذبة التي يتم ترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد الاحد تقصحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجي البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجي البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شكرا